أستاذ محمد برضو القرعة إيه رأيك في القرعة و سان داونز للمرة التالتة أو الرابعة التوالي يكون متواجد سان داونز للمرة الرابعة يعني المرة الأولانية اللي هو كان فزع عنها الأهلي وبعد كده الأهلي فزع عليه في التسعة وبعد كده فزع عليه في العشرة وبعد كده أربع مرة على التوالي سان داونز يأتي في قرعة الأهل وكأنه مكتوب للأهلي والأهلي مكتوب له والحمد لله أن الأهلي له اليد العليا يمكن للأهلي وسان داونز تقبله تقريبا عشر مرات الأهلي كسب خمس مرات ساندونز كسب مرة وحيدة المباراة التي طالت بنتيجة خمسة أهداف وتعادلوا في أربع مواجهات. أنا شاهد أن قرعة نادر أهلي هي القرعة الأصعب في المجموعات الأربعة. ليه الأصعب؟ لأنه خد فريق واحد من الأفطال. واحد من فرقة تقيلة جدا اللي موجودة في قارة أفريقيا. فريق ساندونز من فرقة كبيرة جدا. الفرقة الرخمة حتى على ملعبها وبرة ملعبها. أمان والأكثر من هذا أن تأخذ فرقتين من السودان الشقيقة ومواجهاتنا مع السودان الشقيقة هي مواجهات بالرغم من فرق المستوى الكبير بين الكرة المصرية والكرة السودانية والنادر الأهلي والفريق والهلال والمريخ إلا أنها تبقى مرات دربيات فيها نوع من الحماس والدوافة الكبيرة جدا وفيها حساسات كبيرة جدا. يمكن شوفنا آخر ماتش كان الأهلي والمريخ والمريخ كان متقدم 2-0 ونجح الناد أهلي في التعادل في اللحظات الأخيرة. فطبعا هتبقى مواجهات صعبة ومواجهات نارية بالنسبة للأهلي. محتاج فيها جهد كبير جدا فهي مجموعة صعبة جدا بالنسبة للأهلي. أنا شايفها هي المجموعة الأصعب من وجهة نظري اللي جات في القرعية.